معنا عبر الأقمار الصناعية سيد محمد نوري العبد ربا النائب السابق سيد محمد مرحبا بك اليوم صوت مجلس النواب على انهاء الوجود الأمريكي في العراق وسيشرع بقانون لاحقا انهاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة هل أصبح العراق قادرا على حماية نفسه بنفسه حتى يتخذ هذه الخطوات برأيك مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام أهلا بك يعني حقيقة ما دع البرلمان إلى التوجه اليوم إلى إلغاء طلب المساعدة من قوات التحالف هو موضوع ما حصل أخيرا من استهداف لقائد في الحجد الشعبي الحاج أبو مهدي الموندس والحاج قاسم السليماني بسبب النزاع الإيراني الأمريكي يعني العراق ليس طرفا في هذا الموضوع وبذلك اليوم العراق يدفع ثمن وأصبح ساحة تصفية في هذا الموضوع أعتقد من الناحية المهنية يجب أن تسأل الحكومة أو القادة العسكرية في هذا الموضوع هل لدينا قطعات عسكرية كافية تستطيع أن تحمل أرض تستطيع أن تدافع فيما إذا حصل هجوم من هنا أو هناك يعني اليوم نحن ما نتحدث عن عصابات إرهابية نتحدث عن دول جوار ممكن أن تدخل بالعراق تركيا ممكن أن تدخل من جهة إيران ممكن أن تدخل من جهة سعودية تدخل من جهة وفي المنائب الجربة عندما قال ستقوى الفصائل على حساب الدولة تماما بالضبط بالمقابل هناك بعض الفصائل اليوم تستقوى وتهدد بشكل علني يعني اليوم نحن سمعنا تهديد للنواب اللي هم يمثلون الحكومة فجل المواطن الشوء ما راح يتهدد غدا أو بعد غدا وهذه المشكلة اللي عندنا إذن اليوم هناك تعاطف شيء وأوقع الحال شيء آخر أنا اليوم أريد الضمانات التي تضمن أن هناك دولة وهناك استقرار وأنا لا أحتاج أي قطعات أجنبية تكون على السحة العراقية عندما أكون متمكن وأكون قادر على هذا الموضوع في دغنيراتي لازلنا نحن نعاني من عمليات العصابات الإجرامية وتحديدا في مناطقنا ونشهد بين فترة وأخرى هجمات هنا وهناك وعلى شاشات التلفاز الرسمية يومية أيضا نسمع تم إلقاء القبض على المفتي الفلاني التأكيد حتى عمليات إرادة النصر وصلت ربما إلى مرحلة ثامنة أو التاسعة اليوم بتطهير أراضي العراق من العراق والإرهاب بالضبط تمام بالضبط إذن اليوم البرلمان القرار أو الألغاء هو القوات التحالف واللي ساعدنا في عمليات محاربة عصابات داعش والمنظامات الأرابية يعني هذا قد يعود بالسلب صراحة إذا أتكلم من الناحية الوطنية قد يعود بالسلب على العراق لأن هؤلاء ما متدخلين بالشأن العراقي هناك نزاع أمريكي إيراني إحنا العراق سيد محمد دعني أتداخل معك في هذا الموضوع يعني تزامنا مع تصويت البرلمان على قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق التحالف الدولي أعلن تعليق عملياته القتالية والتدريبية للقوات العراقية محتجا ومعللا ذلك بما أسماه بأن قواعده تتعرض لاستهداف من كتائب حزب الله إلى الآن هذا التعليق حتى القوات الألمانية علقت تدريبها للقوات العراقية ألا يعد ذلك ربما في المستقبل هو الضعف للقوات العراقية بدون تدريب بدون استشارات لا هو اليوم جنابك إذا انتبهت لي كلمة السيد الرئيس الوزراء اللي تحدث بها داخل قبة البرلمان تطرق إلى هذا الموضوع قال الأمريكان يعني أكثر من رسالة وجهوا وأنذروا أكثر من إنذار وأنه دا نتعرض إلى ضربات وإذا ما قدر تتعالجون رح نتصرف إحنا يعني طيب يعني أنا بنمسوي اتفاقية مثلا مع الأمريكان مع الأتراك مع الإيرانيين وجايبهم عندي بالقواعد وينضربون وده يوجهون يقولون لي دا ننضرب أنت حاول أن تحميني يا حكوم وما قدر أكيد هم رح يصرفون يعني يعني أنت اليوم من رح يبقى حزب الله وغير حزب الله وأي فصيل آخر يبقى يضرب بالقوات الأجنبية بالقوات الأخرى أكيد هذه القوات لها حق الدفاع عن النفس وإلا خلاص انهل الاتفاقية اللي موجودة بيني وبينك وتحمل اللعباء المالية وتحمل اللعباء الدولية وليس لدي مشكلة أنا معاك إذن اليوم احنا المخرج الوطني شيء والعاطفي شيء آخر احنا نتكلم نعم كلنا ضد أن تكون أي قوات أجنبية على الأرض العراقية طيب هل تقرأ في جلسة البرلمان اليوم بأنها منحازة لبعض الفصائل التي كما ذكرت بأنها هددت من لن يحضر إلى الجلسة سيعتبر خائن وتم تخوين الكثير على توتر أصبح الموضوع سهل جدا كل من لم يحضر الجلسة فهو خائن ولن نقبله بعد الآن كما ذكر بعض النواب في تغريداتهم هل تتوقع أن جلسة اليوم هي في صالح الأحزاب التي لديها فصائل مسلحة تقاتل على الأرض ستستقوي بها في حال فض الاتفاق مع الولايات المتحدة يعني أنا أقول لك بأمانة لا يمكن بناء الدولة وبناء الأوطان بهذه الطريقة وبهذه العقلية يعني شاء من شاء وأبا من أبا هذه ليست إدارة الدولة اليوم أنا شريك يجب أن يسمع صوتي أنت شريك يجب أن يسمع صوتك أما اليوم أنت متى ما تريدني أنه تعتبرني وطني لأن أمشي على مزاجك ومتى ما تريد تخونني أنا خائن لأنه ممزاجك هذا ليس منطق بناء دولة أنا أريد أبني دولة دولة هناك تدخلات إيرانية واضحة يعني ليس خفيين للعلان روح ملع للتدخلات الإيرانية روح ملع للتدخلات الأمريكية وأنا أصفق لك وأرفع لك القبعة أما اليوم أنت تروح ترفع لي والله الأمريكان وتخلي الإيرانيين منهبوا ودخلوا للعراق أيضا هذا ليس منطق الوطنية وطنية واحدة لا تشمل وطنية على دولة ضد دولة أخرى السيادة سيادة واحدة لا تشمل السيادة من جهة أمريكا هناك سيادة ومن جهة إيران لا يمكن أن تبنى البلدان أن نهددك إذا ما تجي مثل ما أنا أريد وهذا ما راح يخلي استقرار البلد للعلم يعني هناك من يتكلم بهذا المنطق وهناك من يسمع بهذا المنطق لا يمكن الالتقيام بهذه الطريقة يعني يقول لك أنا على أساس أروح أمن بحياتي في بغداد قد هناك بعض السياسين يفكرون بأمور بعيدة بصراحة بعد هذه الإجراءات وبعد هذا الكلام يعني تكون أنا السيادة فقط مطبقا من جنب وجود قوات أمريكية أما يعني الهتاف داخل البرلمان العراقي نعم نعم سليماني هذا لا يمس السيادة العراقية طيب هو بالضبط أنا وين السيادة اللي مثلا المسلمين اللي يروحون كلهم الله يرحمهم راحة واستشهدها والله يرحمهم لكن اليوم خلي الإيرانيين احتفلون بأبو مهدي المهندس مثل ما صارت المراسيم هنا بالعراق ما حد ذكره بإيران أسا اليوم من تعدكم شهداء عراقيين احتفلوا بهؤلاء العراقيين بعدين احنا يعني احنا عراقيين شنو ولائنا لأمريكا وشنو ولائنا لإيران احنا ولائنا لبلدنا اليوم احنا نعم ضد أمريكا على هذا التصرف ونقبل هذا التصرف نستنكر هذا التصرف كل هذا ماشي ضمن الأطر القانونية والدولية لكن بالمقابل أنا أيضا لازم أستنكر التدخلات الإيرانية لازم أستنكر من يهين الشعب العراقي أيضا من يتسربي بأن يجعل العراق ضيع عليه أو يأثر عليه ولذلك يا سيدي العزيز احنا بهذه الطريقة لا يمكن أن يدار البلد مستقبلا يعني اليوم اللي انت تريده هو صح واللي اريده خطأ في وجهة نظرك هذا مو صح لازم نقعد أنه أكو شيء اسم العراق لا شيء مقدم على العراق لا إيراني ولا تركي ولا أمريكي ولا أي دولة أكو شيء اسم العراق شكرا لك شكرا لك السيد محمد نوري العبد ربا النهاية بالسابق كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل شكرا لك